وقد إيه أم كلسوم كانت بتعاني في بدايتها وقد إيه في الأول كان ارتداءها لزي الرجالي ده كان بيبقى محرق جدا بالنسبة لها وإنه كانت حقيقة بتفتقد أنوستها وسط الشعراء ووسط كل الناس اللي كانوا بيتعاونوا معها والحقيقة إنه فيه قدر من التعاطف لما هتسمعوا الحكايات هيكون فيه قدر من التعاطف مع العظمة دي ومع القوة دي ومع الشخصية الكبيرة دي اللي بنقول عليها إن هي الهارم الرابع إنه حقيقي إنت هتتعاطف معاها أو هتتعاطفي معاها وهتعرفي إنه القوة دي ما بتجيش غير من أصعب الظروف اللي ممكن تكون مرد بيها صحية فضل المقطع صغير أوي بيوضح الهدف الرواية الكلمة العبقرية اللي انت اختصرتها في كلمة واحدة هي التعاطف تعاطف إحنا هدف هذه الرواية المزيد من التعاطف مع أم كلسوم أي فهي أم كلسوم نفسها بتشرح للمؤلف الأول اكتب رواية عني بمواصفات كذا فبتقوله إيه؟ لقد تحولت إلى تمثال من شمع يقدسه الجميع هرم من الكريستال ينتصب شامخا على البعد دون أن يجرأ أحد على الاقتراب منه واختبار ملمسه بعد كل هذه السنوات على صعودي على رحيلي لم تعد تلك الصيغة مريحة جاء جيل مختلف متمرد لن يحبني إلا إذا رأى ضعفي وتحسس هشاشتي وعاين على الطبيعة إمسانيتي فهو ده هدف الرواية استعادة إنسانية ومكلسوم اللح اللي بعد مرور سنوات طويلة على رحلها إحنا متخيل يعني بدأنا ننساها وكأننا متخيلين أستاذ رانيا أن مكلسوم تولدت هرم رابع حقيقي أن هي بالحظمة وبالكبرياء وممنوع الاقتراب والتصوير هي إنسانة في الآخر مرت وتعبت وتحدت ووقفت بعد ما وقعت ويعني أكيد طبعا أكيد طيب خلينا نتكلم شيء عن جزء الحب والجواز يمكن الناس كلها بتبقى دايما متشوقة لهذا الجزء يعني من الأسرار أو من المعلومات اللي مش كل الناس تعرفها يعني مكلسوم طبعا يعني عنت من إنها مثلا لم تجرب الأمومة والغريب إن اسمها أم أيوة يعني أنا متكلم على المفارقة دي يعني هي بتتكلم على لسان مكلسوم بتتكلم عن مفارقة إن أنا أم يعني المفروض اسم على غير مسمى يعني في الحب والجواز من خلال عملية بحث كبيرة وانعكست في الرواية أنا بزعوم يا أسوة الرانيا إن قصة إنها لم تعرف الحب كمرأة إلا مرة واحدة مع الشيخ أبو العلا اللي كان ملحن ومكتشف ومساند ليها في مسيرتها المتعارف عليه إحنا بنتكلم عن مسكوت عنه لكن المتعارف عليه في الرواية الرسمية التاريخية إن هو كان أستاذ ليها وكان مكتشف ليها وعلاقة التلميذ بالأستاذة ده حقيقي لكن الرواية بتطرح بعد آخر وإنه المسألة أم كلصوم المراهقة ظهرت لديها مشاعر عاطفة عاطفة امرأة تجاه رجل والعاطفة دي ما تمش التعبير عنها كانت مقموعة لكنها كانت يعني واضحة من خلال بعض المواقف أو الأشياء كان حظها وحش في الجواز والجواز كان جزء تدخلت علاقة العمل بفكرة الحياة العاطفية والشخصية يعني على سبيل المثال أول مرة تجوزت كان عندها حفلة كبيرة من الأسرة الملكة في العراق ووقتها كانت العراق مش بتسمح إن حد يسافر الملكية إنه ما فيش حد يسافر غير لما يبقى حضرتك متجوزة وزوجك معاك أو على الأقل فيه وثيقة سفر هو فيه إذن إنه هو بيسمح بسفرك فالزيجة الأولى كان أحد أصدقاء والدها وكانت حاجة إجرائية جدا مجرد بس إنه يبقى معاها وثيقة سفر فيها إذن الزوج إن هي تسافر ومثبت رسميا إن هي متزوجة دي كانت مثلا الزيجة الأولى تجوزت أكتر من مرة؟ تجوزت أكتر من مرة بعد كده تجوزت من محمود الشريف الملحن وفيه المصادر التاريخية مختلفة في بعض الأشياء أنا بقيت أخذ الرواية التاريخية الأكثر مصداقية وكمان إحساس الشخص كمؤلف بنفسية البطلة إيه اللي كان فيها الزيجة الأكثر استقرارا هي الدكتور أحمد الحفناوي اللي كان نجم في المجتمع وما كانش زوج الست كان راجل ليه مكانة كبيرة جدا وكان وسيم وكان ليه علاقات حتى شبه نسائية قبل الزواج